وانا بحيل حقيقة قرار مجلس دارة النادي الاهلي بان وليد سليمان يكون متواجد معهم مع الفريق لانه دوره هام جدا ممكن الناس ما تبقى الشايفة الدور ده ولكن دور اللاعبين الكبار مهم جدا في مثل هذه البطولات الصعبة اللي مش كل الناس بتتفرج عليها وطبعا وليده هو زي ما حضراتكم شايفين هو بيشارك ولكنه برا القيمة حقول لحضراتكم قيمة فريق النادي الاهلي اللي اعلنها الفيفا النهاردة وليد برا القيمة ولكنه بيحاول على قد ما يدر اعتقد ده يعني على الواقف كده هو حاجة نفسية اكتر منها شيء اخر تواجده هام جدا مع فريق النادي الاهلي وبالتالي خبر حلو الحمد لله بنزفه الى كل جمهور النادي الاهلي وتواجد محمد هاني في تمرين الجماعي للنادي الاهلي طيب الاتحاد الدولي لكرة القدم النهاردة الحقيقة كشف القوائم النهائية للاندية التي من المقرر ان تشارك في منافسات كأس العالم خلينا اقول لحضراتكم قائمة النادي الاهلي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شبير واحمد رمضان بيكم وياسر ابراهيم وايمن اشرف وبدر بنون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني اما خط الوسط حمدي فتحي اليو ديانج اكرم توفيق عمر السلية محمود عبد المنعم كهربا محمد مجدي افشة طاهر محمد طاهر حسين الشحات جونيور اجاية اما خط الهجوم مروان محسن محمد شريف والتر بوليا صلاح محسن دي قائمة النادي الاهلي الخاصة بمونديال الاندية عودن حميد طبعا ليه جونيور اجاية بقالنا فترة طويلة ما شفناش جونيور ولكن اعتقد انه حيكون له دور طالما تم وضعه فيه القائمة النهائية بالتالي اعتقد ان حالته البدنية تسمح بذلك لانه احنا دايما عارفين انه من الصعب ان انت تحط حالته البدنية مش كويسة فاعتقد ان وجود جونيور اجاية سيكون له دور خلال هذه المباريات او المباراة الاولى اللي حنلعبها ان شاء الله يوم الخميس القادم